اشتركوا في القناة هنبدأ القصة من عندي أنا تمام إذا يوكوا أنا أحمد صعفان أحمد حسين صعفان مهندس معماري اللي عارفني يمكن يكون عارفني من المبنى الأصفر اللي هو اللي فوق على اليمين بس اللي معرفنيش أنا مهندس لسه يعني بالي طريبا سبع سنين شغال مهندس سبع سنين شغال مهندس و I have my own business دلوقتي بشتغل في يعني ربنا أكرم عليا لأن أنا بشتغل في بروجيكت يمكن تكون اللي سكوب بتاعها مختلف شوية عشان مشيت يمكن باث مختلف شوية فأنا اشتغلت بحاجات ليه علاقة بكميونيتي بروجيكت اشتغلت حاجات لانسكيب اشتغلت حاجات ليه علاقة بسيات ديزاين اشتغلت بحاجات ليه علاقة بإربان بابليك سبيسيز وإنستيليشنز بس أنا على قد ما أنا نفسي أحكي لكو القصة الكبيرة المجمعة دي أنا حابب أحكي لكو قصة سبيسيفيك أوي ليه علاقة بباشماندس عمر وإمتى تقابلنا مع بعضينا وإيه اللي حصل وإيه علاقة ده وإزاي يعني إزاي بسبب القصة دي يقدر توصل للبرتفوليو الفاريس ده بشكل أو بآخر نقطة صغيرة يعني إحنا حابين نمشي معاكو في حدوثة صغيرة بتبتدي من بداية من خلال الكارير بتاع مهندس أحمد بشكل اللي هو حتى بيبتدي الكارير بتاعه بيبتدي إزاي وممكن يوصل لفين بس وإيه الوقفات وإحنا هنركز في الرحلة بتاعته دي على الستوب اللي إحنا أنا مساميها ستوب سنة ونص اللي اشتغلهم معانا وهتشرح لكم فيها إحنا كــ professional office إحنا بنختار النسبت لنا إزاي what do we expect من الناس اللي هيشتغلوا معنا وإيه اللي بيبقى interesting بالنسبة لنا في الـ candidates اللي إحنا بنختارهم وكذا يعني جايزوا نفسوكو عشان تودخليها مع شور القصة إن أنا أنا تخرجت من جامعة مصر الدولية واشتغلت فيها معيد تقريبا سنة ونص بس سنة طول عملي كان عندي انترست في السوسايتي بشكل أو بآخر وكان عندي انترست كبير قوي في الانترابولوجي وترافل فجيت في سنة 2016 قررت أن أنا أسافر الهند طبعا هذا برضو مش شغيل أنا سافرت بلما رجع أيها طبعا أنا بالنسبة للكميونيتي اللي حوالايا أنت بتعمل إيه يعني أنت شغال معيد وماشي في الأكاداميكس لفجأة قررت أن أنت تسافر الهند وأنا حتى روحت هناك اشتغلت كنت شغال مدرس رسم لمدرسة برايمري بس أنا في خلال السنة دي قدرت أن أنا أحتك بثقافات مختلفة جدا وقدرت أن أنا فولنتير واشتغل في ديفرين تايب سوف كوميونيتي بيلدينج بروجيكتز لأنه يتعلق بالإيكواركتشور لأنه يتعلق بالبرميكولتشور والذي أضع الكثير لأي بورتفوليو من حيث ما هي الكميونيتي أركيتشور أو من حيث علاقة أركيتشور بالانترابولوجي والصياق ده فبالتالي أنا في الهند من خلال المجتمعات دي قدرت أن أتعرف في كيف نبني بأدوبي بريكس كيف نبني برناكلر كان المدرسة مثلاً كان فيه أكتيفيتيس كتير أبعملها معاهم ليه علاقة بالأركيتشور أو هكذا فبس فلما رجعت تعدى بيلف خلال السنة اللي كان صعفان فيها في الهند إحنا كان معنا في التيم في المكتب ناس دفعته في أمايو وأنا بسمع من ساعة ما هو من قبل ما يسافر إحنا رايحين واحد صاحبنا الجنن ورايح الهند وهيسيب الاركيتكتور وهيسيب الكلية يعني هيعمل مآزل يعني لغاية ما في الوقت ده نضم للتيم بتاعنا كذا حد من نفس الدفعة وخنصة السنة دي وبعدين لدينا الناس ده بيقول لدينا رايحين نقابل صعفان في الهند وهناخد ونرجع وراح دوني فعل يعني أنا بالنسبة لي ده بروفايل يعني ده بروفايل حد having something to offer يعني وده يمكن اسم المحاضرة من ناحية ناع في حد مختلف لو تضم التيم زي بروفاشنالز هيبقى عنده حاجة يقول هيبقى عنده إضافة هيبقى عنده مختلف هيضيف للتيم وهيضيف للشغل ويعني في نوع من الإضافة اللي ممكن يحصل سواء إنسانيا أو مهنيا بشكل كبير لو حد زي كده مختلف في التيم فحصل وساعفان جاي بعد كده طبعا وكان معنا ناس كتير من دفعيته وكلهم الناس كانوا شاطرين جدا معنا وديممكن دلوقتي كل حد خد بارد تاني وفي منهم اللي لسه نكمل معنا دلوقتي مقربين على 8 و 9 سنين في المكتب بس وساعتها لما بنبص على حد جاي بباكراوند فيها أشكال مختلفة خبرات مختلفة فأنا جا حد يعني التوير ودائم يتيني من فرود يترى تنتهي من وفي مكتب بنعمل مختلفة 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 ودائما مش احنا والله لا يعني واحنا بنعمل قلت وكننا بنجمع هنا أنا حاطت سكرين شاط من الانستغرام فايتش بتاعت المكتب ان هي يعني شكلها سمت لبن تم ريندي تمام بنعملين يعني المكتب بيشتغل هوريزونتلي وفيرتكلي بأشكال مختلفة تماما يعني سواء في سواء في المراحل المختلفة للبروجيكت سواء فأجن احنا كنا بنفكر ازاي يعني أنا دايما عاوز أشتغل في حاجات شكل وحاجات جديدة أتعلمها فلما أدخل أدخل ومعايا تيم بنفس التفتح ده ساعتها هيبقى أسهل وأقرب لي أن أنا أعرف أشتغل يعني أطلع شكله مختلف وما أقدرش أقول يعني والديزاين بتاعي فالاركتكتشور ده بيبقى ديزاين التيم بتاع فالاركتكتشور وأجن التيم بزء مهم قوي وهتلاقى أفتيكرة كتيرة قوي للتيم موجودة في within بتاعنا على على السوشيال ميديا وهتلاقى التيم متغير برضو في الصور وهنلاقي فرايتي من أول لغاية يوت ديزاين لغاية كوميرشل ديزاين يعني هنلاقي فرايتي كبيرة قوي بكل الأنواع لغاية حاجات معمولة متنفذة حاجات عبارة عن سكتشز حاجات عبارة عن ثري ديز واتافر يعني البيتش وانا كنت دايما حابة من التيم يفضل بنفس الصفة اللي انتو شايفينها بنفس اللي موجود اصد انا برضو يعني هما فعلا جم خطفوني من الهن رجعوني مصر بالعافية ولما كنت في الفترة دي كان في واحد صاحبي عز أصدقائي في الدفعة كان اسم محمد بشوان سحمد حسن هو اكترح عليا ان انا اجي المكتب واتا كان في كذا حد من التيم او من دفعتي شغال في المكتب وفعلا انا بالنسبة لي برضو يعني الخبرة اللي انا اكتسبتها في الكام سنة اللي انا تخرقت من ساعة ما تخرقت اه في كام سنة من ساعة تخرقت خبرة اللي اكتبتها كان دايما برضو نص علي حتة كده اللي هو هو انا فعلا هشتغل اه مش حاضر اعمل حاجة داي كده حتى انا حتى المين سات بتاعت كت مختلف في ساعت ها فانا ساعت بالنسبة لي لما حسن قال لي تعال المكتب تعال اشتغل يعني انا حتى ساعت ها كنت برضو لسه شغال في الحتة بتاعت المكتب دي فطبعا لما قال لي انا فاكر اصلا اول مرة جيت لكم المكتب وكان في زي بريزنتيشن كده عن القصة دي اللي هي بتاعت وكده فكنت يعني كنت انترست ان انا خش في مكتب في يعني ويمكن القصة بدية من هنا يعني ممكن عمر حتى يقول لكم اكتر هو شاف ايه ساعتها لان هو اول ما بدأي شغله على طول هو حطني على طول في برويجيكتز يمكن ليه علاقة بالبروفايل بتاعي شوية في الاول في الفترة دي لان انا كنت فترة دي ساعتها لما الواحد بقى لسا متخرج يعني انا اللي تعلمته من ساعتها ان هو الواحد بي بي حتاج ان هو just مدرسة عن يبرا لازم الواحد برضو يتخرج منها ف ده اول مشروع حبي نكلم معاك وفي النهار ده كان حد عايز يعمل زي ريتريت ريتريت هاوس فعرابي او ريتريت سبيس فعرابي وده كان من قوال العسايم العمر الدهاني في المكتب الفكرة المشروع لا تكتب كونسبة فقط ساعتها فقط كان هناك نحن من المدرسة التي توجد EMIU نعمل الكثير بكي ونعمل كيف تترك النفوات أو الوليس إلى تاستخدم مطلقات التي يمكن تستطيع مع 手 فا كان جيد عملا ساعتها ك عملنا دياغرام مختلفة في الآخر كان فيه المشروع كان فيه شوية ان ازاي يكون عندي ريتريت يبقى فيها ويبقى فيها ويبقى فيها سستينيبال ليفين ووالنس وهكذا وفردنا الدياجرامز دي على الأرض الفكرة كلها ليه المشروع راح لساعتها لساعفين النهار يبتدي في المشروع وان يريد يور تيم تعرف مين ممكن تبتدي معاه البروجيكت ده ومين تقدر تبتدي معاه البروجيكت التاني ومين هيدي أكتر في كل بروجيكت فده كان متوافق أكتر مع خبرته اللي هي ملاش أي دعوة بالخبرة البروفيشنل اللي احنا نعرفها ولكن وبالتالي كان عنده مساحة يحط input حتى لو هو مش input directly professional or as expected وده داله فرصة انه هو ياخد discomfort في المكتب ويبقى عنده فرصة انه هو يضيف انه هو لا انا مش جاي اتعلم وانا لسه ونسه بقاني مثلا وعارفين حاجات أكتر مني لا انا انا في نفس الوقت نبتدي هيبقى فيه بقى الناحية لا احنا ممكن ندخل في مشاريع تانية وممكن نتعلم حاجات تانية ممكن نتعلم مراحل شغل انت مش عارفها خالص مش مش شايفها ممكن السينيرز اللي موجودين في التيم يضيفوا لك حاجات وهنتكلم على سكيل المكتب والتيم شكله ايه وهنجلها قدام وبتدينا وفي الوقت في الوقت ده كنا قردي احد الحاجات ان احنا بندور احنا نفسنا بندور ان احنا هيدخل في مشاريع بالنسبة لنا بتخدم الكميونيتي اكتر رمينا نفسنا جوة تجربة بتاعت ان احنا كان بساعتها كان في مجورة لو الحد مش عارف مجورة جامعية بتشتغل في منطقة الخليفة بشكل مكسف كان عندهم زي لتنمية منطقة شريط 20 متر 20 متر اه واجهة 30 متر في 20 ارض اه حياة كده قدام في شارع الخليفة قدام اه اه اصارين الاشرف خليل و و و و و ومش فاكر اسم للصراحة الاسر التاني ومش فاكر المهم اه 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 يعني في اتنين من المكتب انا وحد تاني اه اشتركنا 10 تيام اه full time في 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 مدرسة مش عارفين الموضوع ده هيروح بنا فين بس عشان يمكن المشروع يعلمنا حاجة interesting وفي نفس الوقت اه يمكن نعرف نكمل في المشروع المشروع هياخد حيص تنفيذ اه و ويتحرك اه اه اكشيلي ده اللي حصل احنا اه اخدنا خطوة اه مش عارفين مودي انا فين و و و دلوقتي جنينا يعني احنا وصلنا ان احنا بعد ال ال الانترناشنال سكول اللي اتعاملت لمدة 10 تيام فيها اطراف كتير قوي من بخبرات مختلفة اه اخدنا المشروع نكمله لغا لمرحلة ال و مجاورة بعد كده كمله المرحلة اللي بعد كده الجنينة دي يعني انا بدعو اي حد ما شافهاش يروح يبص عليها لان النتائج اللي حصلت منها اه مبهرة يعني لا اي حد حتى اللي اشتغل عليها اه وساعتها اه اجان اه احنا كان المشروع ابتدى وصعفنا ما دخل ال البروجيكت واحنا كنا شغالين فيه ابتدى يدخل في المنطقة اللي هو عنده خبرة فيها اه وعنده انترست فيها في نفس الوقت وفي نفس الوقت اه ياخد طب انا نطلع بقى المشروع ده كمشروع شكله اي يعني نطلع دوكم من الشكله اي هنعرى نشتغل الاركيتكتور بقى نشتغل شوية هايبقى الموضوع شكله اي انا بصراحة مشروع خليفة بالنسبالك من المشاريع اللي سا بالمشاريع اللي هي كتفيها اول احتكاك باكشويل كميونيتي بورتيسيباشن يعني ان احنا نقعد مع كميونيتي وناخد منهم انبوت اراد مجاورة كانوا عاملين ريسارش كتير قوي اه ريسارش ده قادرنا ناخد منه انبوت اه لي علاقة بالكونتكست وكده قادرنا نشتغل بالكيورز او هم ارادى كانوا سابقين اصلا للأسايمنت بس انا انا ساعتها كان برضو عشان موضوع البرميكولشور وموضوع اللانسكيف فعمر برضو عمالي اللوكيشن بحيطة اللانسكيف اكتر بما ان هي جنيدة اه فكن برضو بالنسبالي حلو قوي لان اه اه فاجأة ايجات اكسبوز تو اه وات از وات لاند اه وكايند او الساستين بال اه الانسكيف شود اي اي اه شود اي دو ان ان اريد لك دي لان اول مشرار ده كان اصلا ليه علاقة بالمياه الارضية اللي في المنطقة اه كان المفروض يرفعه المياه الجوفية من على الاسار عشان هي كتما اصرها على الاسار بشكل اه مش كويس وكانوا المفروض ياخدوا المياه دي ويوظفوها تاني في الجنينة في الراي وان هي ازاي تسقي النباتات فورده كان منسبالي حلوه فجأة بقيت قاعد في اكسبوجر بقيت بروح وقعد مع مهندسين لانسكيب منهم باش مهندس الساعدي لو تفتكر اه اه طبع يعني هو هو اللي عمل لانسكيب بتاع حضرت القذر وكنت بروح وقعد معاه وكان بيعلمني دروس كتير قوي ليه علاقة بال يا مش احنا برضه كان بيعلمي دروس كتير قوي ليه علاقة باللانسكيب والنباتات اللي تقدر تستحمل ملوحة النباتات اللي تقدر تبقى موجودة في كوميونيتي زي ده وتثرايف واحدة بواحدة فبالتالي كان اصايمون ظريف وتلع منها الضريفة دي واختر حاجة بصراحة كنت بحباة ان كان عمر برضو بيحب اللي سكيتشات لشن هو برضو بيسكات لان انا ساعتها ما كنتش لسه اللي هو هنرسم بقى رسومات وعن طلعها وكده يعني كنت لسه في الإطار بتاع عمى فيجولايزر سكاتشر فازاين لنقل اللي النقلة اللي هي ما بين you visualize you have ideas and you start actually reading it for execution اه هنا برضو ده أصايمين تاني برضو نفس المشروع او ده أصايمين تاني ممكن لها علاقة بالإليفاشن شوية وهنا هنا بين قوي الحتة اللي كتب أكلم فيها اللي هي لي علاقة بالاله هل هذا بيطلع على لازر ما علينا لا إن كيف هي كيووردز نقدر بي بروغرشن نقدر بواحدة بواحدة نقلبها ل الواقع بواحدة ديزاين اسبكتس سواء كان الإليفاشن أو سواء انتيريز نعم في اي شيء بالنسبة لي و برضو في نفس الوقت ده أسايمنت فيه إيقون معنا في المنطقة المفروض تبقى شوية إدوكيشنال الحتة دي فإزاي في الاليفيشن دي فيه حتة اللي علاقة شوية بالومن فيه حاجات شوية اللي علاقة بالكيدز فيه حاجات شوية اللي علاقة بالنس اللي هي جيس باسر باي اللي بصين على الاليفيشنز من بره فكان فيه أسايمنت زريفة قوي في البروجيك ده وهنا بقى تيجي المرحلة اللي هي اللي هي كتت مؤمة قوي بالنسبة لي وده كان أول احتكاك لها بقى باكشول يعني طرع عمرنا من اخد working drawings في الجامعة و shop drawings بس بس كتبت بقى لما تبتدوا بقى تطلعوا X refs و AutoCADs فايل عشان تبتدوا to ready for construction والback and forth اللي هو دايما مع الكلينت في الحاجات اللي بتتعدل فطبعا هو حتى في المكتب عنده عمر الموضوع برضو عمل زي الجامعة جدا اللي هو انت بتروحوا وتشتغلوا وبعد كده بنخش نصلح نرجع تاني نعدل نخش نصلح نرجع تاني نعدل وهكده لحد ما وصلنا للاوتوت لازيز الظريف ده يعني هو كمان برضو في اضافة ان من الكلينت في المرة دي كان مهندس كان مجموعة مكتب معماري تاني فاحنا كلنا منسلم لمهندسين برضو فدي كان تحت برضو هما شايفين الحاجة بطريقة مهينة ازاي ازاي نقدر نحط مع مجموعة بتشتغل اجنت تشتغل ديزاين وقدرة وفهم المنطقة كويس وازاي نقدر نوفق ان احنا نطلع مشروع في الاخر يعني اراضي كل الاطراف وخصوصا للطرف التاني دارس المنطقة كويس وعارف هو عايز ايه وعارف الناس شايف المنطقة ازاي نعم اريح من من ناحية طبعا اريح ان في الاخر هو في نتيجة او عارف او عاوز يوصل لها بس في نفس الوقت ممكن تبقى ريجد في وقت كبير يعني ممكن تبقى روية هي دي انا مش شايف غيرها بس يعني طبعا دي بتاعت المسروع اللي احنا دلوقتي برضو المنطقة اللي هي اللي فيها الكبيرة هي دي المنطقة اللي لسه مخلصتش دي لسه طبعا مجاورة عاملين شغل كبير جدا ان هما يقدروا يوصلوا الفاندنج مناسب يقدر يمول جنينة معمولة بس المجتمع ما بتعملش بشكل كبير فقدروا يعملوا المنطقة المشجرة الكبيرة اللي في الطرف الشمال اللي احنا شايفينه والمنطقة بتاعت تحت الفاندنج والدراسة بس فعلا يعني ادعوكم كلكوا اللي ما جايش رحش المنطقة قريب هيبسط جدا ومش هيسده نفسه صراحة انها في حاجة كده اصلا اوكي ف ممكن النسام الطبعا بعد بعد بتاع الخليفة ده عمر قرر انه هو يحدف مشروع تاني يمكن لكن الاسكوب مختلف قليلاً وده كان يمكن أول إكسبوجي لحاجة بالمنظر ده وقاله وهو كان المشروع بتاع المصنع بتاع المصنع بتاع ثري برادرز في العاشر من رمضان المشروع ده يعني أظن في المكتب عزيز على قلبنا كلنا تقريباً لأنه كان فيه إكسبوريشن شوية يعني يمكن دخلنا في حتة أكتر ليه علاقة بالديتيلينج يمكن دخلنا فيه بعض المشروع بشكل مختلفة وفي نفس الوقت فيه أجلسي مراتي مراتي تريد فعلها مراتي 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 لأنه في السباري كان مراتي جداً ومعلم بجداد هذه المشروع بشكل مراتي ويجب هذه المشروع الأشياء لنذهب على مصنعاتهم كنا نذهب لأيضايات المشروع التي traهم بشكل صحيح كنا نرى الأشخاص الذين يتعلقون بالعمل الذين يعملون ويجب أن يكون دائماً عندما يفكر في فاكتوري إنها قصة عملية لكنها كانت فكرة كيف تحضر العملية من فاكتوري ويجب أن تفعل شيئاً في نوع من أنواع البراندينج أو الإستاتيك بشكل أو بأخر وفعلاً أنا أشتغلت على الواجهات وعلى الواجهات أنا شخصاً أحب الواجهات جداً بصراحة بحس دائماً الواجهات هي اللي فيها اللعب كله لكن أيضاً كانت عملية أنه كان فيه حتة خدمية لكل الأوفيس اللي فوق محطوط فيها التكيفات ومحطوط فيها الحاجات المختلفة فبالتالي إزاي نعمل إنترفنشن ممكن يكون بسيط بس في نفس الوقت يردي إمباكت عالي بشكل أو بآخر ويبقى فيه زي فكرة بسيطة بتوضح أو بتباين ده فنكش يعني أن تصيح محطوط يواجه الواجهات للشخص اللي راحين لأنه كان برضو تزمتنا بيه أن إنوفيشن سانتر فمن هنا بدأ الاسايمنت هذا هو النقطة بالطبع عندما كنت ترى هذه الصورة 3 كنت ممسوط لكن هذا يقول لأن هذا كانت تنفيذها فعلا ليس سكيتشات هذا أيضا لو ترى على الصورة هذا المصنع زمان المصنع اللون وقدر كان مصنع عديم جدا كيف تعمل مع هذه الأشياء وفي مصنع الأشياء فهو مصنع أيضا تركب على الواجهة علاقة المنطقة السيرفيس علاقة مثلا البلانتر بالسكرين وفي الآخر تلع الأوتوت بالمنظر ده سوف تتكلم هنا طبعا كان الاجتشايف يتنقل بالتيم الذي عمل في المشروع ده لحتة تانية إنه نحن بنعمل لمبنى إداري ملحق بالمصنع وبنشتغل في مصنع في العاشر فمش مهم فيها يعني الاركتاكتر يعني ما تخنوناش يعني نحن عاوزين حاجة فونكشنل نشتغل فيها بس بس في نفس الوقت إحنا عاوزين يعني إزاي هنعمل ده ويبقى تجديد كامل للمكان وبنلونش براند جديدة جوا براند بقى إستابلشت بقى لحاجة وثلاثين سنة إنه عندهم وبيعملوا شغل مختلف وبراند لوكل وكل ده وبمينمم بودجت وبنشتغل بري بودجت اوار يعني وزاي كل التيم في المكتب لازم يبقى كل واحد شغال على وجهة شغال على انتيرير شغال على تفصيلة صغيرة لازم يبقى اوار هوا هيعملها ازاي وهينفزها ازاي وموجودة ولا لا وبقى نيسعر فده كان اجزوسايز نقل ده بالنسبة لنا كان من الحاجات اللي نقلت التيم في حتة تانية بالاويرنس بالريل ماركت ويمكن ده كان افتكر انه هو عمل ببودجت لا توازي السعر المتر اللي كان بتعمل به اي حاجة كوربورت او كوميرشل في وقته ان احنا كان لازم نشتغل بجملون حديد موجود كان لازم نشتغل على ارضيات موجودة من غير ما نكسر عشان ارضيات نفسها كان تمنع غالي ساعتها سلالم سلم ليه شكل زي السلم ده ده سلم اجزيستنج ففيه فيتشرز اتحافظت عليها وكانت انتجريتت في ديزاين بحيث انها تبقى مكملة بعضها يعني الديزاين معمول بشكل مش مش معمول من باب الديزاين وبس لا احنا بنعمل بنحاول ان دايما يبقى توبغنا ان احنا نعمل حاجة بصة لكل ظروف المسروع نفسه اه 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 فطبعا المنطقة اللي هي عملت الوجهة كلها المنطقة اللي فيها اه اه المخبية كل اه التكييفات سواء ليدور الاردي او الاول بسيطة جدا للواجهة دي علب الومانيوم مجلدة الواجهة بشكل فيها الشرايح متل تلونت بلون اصفر والموضوع اخد مثلا ابتدينا في ماتيريال سلك روحنا الماتيريال لوفر وكل ده عشان اللي هيدينا شكل احسن بسعر اقل وكل ده لازم يعدي فيه التيم اللي شغاله وهو اي حد مسؤول على المشروع هو اللي بيكلم السبلاير ويوصل لحل ويوصل لتخيانات مسؤولة ويوصل يعني بحيث ان هو في الاخر بنوصل لانسر حاجة الانسر اللي انت شفتوها وتحقق للعميل اللي هو عايزه برقم ما يعورش اي حد يعني في الاخر ده مسؤولة فونكشن اه لا انا كمان برضو عايز اقول يعني انا في المرحلة دي في المكتب انا فاكر كويس يعني هو 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 الوعب برضو اللي ما بيبتخرج بيبقى عنده احلام كبيرة اوي يعني انا ده بالنسبة لي عنده احلام كبيرة جدا وكيد كده احلام دي حتتحقق ان شاء الله ما فيش مشكلة بس كان في لحظة كده 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 اللي هو لا يعني أنا الشغر الانتنس قوي اللي هو ليه علاقة بالسابلايرز والموقع ونرسم رسومات ونروح ونتكلم والقصة دي ده كان انتنس بالنسبالي في فترة ماه بس أنا ساعيتها يعني الحمد لله حصل لي نوع من أنواع الريفليشن كده اللي هو لا أنا لو غيرت الماينتساب بتاعتي إن أنا دلوقتي يعني مش لازم يعني أنا كده كده باخد يعني أنا بعمل حاجة اللي أنا بعملها بشكل أو بآخر بس حتة الميندسات شفت اللي هو أول ما الواحد يتخرج في أول سنتين يبقى فيه دايما عنده نية إنه هو لا I still need to learn more فأنا أول ما حطيت نفسي في الشفت ده طبعاً ابتدينا برضو الشغل يتحسن يعني ده يمكن عمر برضو يقول لك مشروع كمان ده سريعاً كده هنا بقى الاجسرشيز يمكن كان مختلف شوية إن بعد ما يبقى عندك حد آآ مبتدي وهو فرش مع معلوماته ليلة في الحتة دي وعنده comfort zone معينة بيعرف يشتغل فيها ويدي فيها كويس إلا أن أنت في وقت محتاج تتزوق إنه يتعلم حتة تانية آآ أصعب آآ آآ أو آآ برا comfort zone بتاعته آآ آآ فهنا الاكسرشيز نال لحتة تانية ده مصنع آآ مستحضرات تجميل آآ قرب لآ بالتعامل معاك إنها أصنوع دوائية آآ ففي آآ آآ و وفي نفس الوقت فيه تحديات كبيرة قوي في البلان لازم تتحقق ومعينة تبقى مربوطة بالصناعة وليها ترتيب وكل ده من تديها لحد لسه جاي من الهند ما كانش بيعمل اي حاجة طبعا ده كان صعب جدا إنما بعد اللي عدت ينفع ساعتها أدفالب مع التيم بتاعي اه لا ممكن حد دلوقت ممكن حد عدت في اللي انتو شفتوها يمسك حاجة ذاتي ذات ديتيل ويتعامل بشكل ديركت مع كلينت ويتعامل بشكل ديركت مع الطلبات محددة بشكل واعي وعارف إنه لازم يحقق وعارف مساحة الإبداع اللي في المكان هتبقى فين يقدر يفرق فين هبقى فوقشنل فين هروح لتعبير الاركيتكشور الاكتر فين مساحتي وفين مساحة الكلينت او وده بيحصل كتير يعني برضو احنا دايما عندنا عقدة الدزاينر دي اللي هو احنا عايزين نعمل كل الافكار الممكنة هنا ده بجد لسايمون ده وحرفيا الكلين ادانا البلان يعني ادانا البلان اللي هو البروسيس هو كده يعني العلبة بتطلع من هنا بتخش هنا دي قد التعقيم دي بتطلع من هنا فكان برضو تشالينج شوية ان هو يعني انا انا فاكر حتى الاتريم داحنا زنقناه كده يعني عشان يعني الجوز اللي بيخلق المبنى بتاعك بعد ما يعني تطلع من اطار العلبة الايطار في في فالسبيس دي فازاي هناعرف نحاول المبنى ده لمبنى اركي تكتر مش مجرد مجرد مش فالنقلة دي حصلت في فالسبيس زي اللي عارفنا نقنع بيه يعني ان هي اهمية فايز ضي ده في قلب فقلب مصروع شكله عملي بالطريقة دي. لكن حتى الريزنين ساعتها كنا بنقول له يعني الناس عايزة تشرب سجاير فطب ايه طب ايه بعمل محتاجين اترم. هنا يمكن بقى ده كان البيك. برضو كان مشروع يعني ممكن عمر يبتدي اصلا كنا مع مشروع ده بتاع اي كونيا. هو المشروع ده اللي عارف فيك منطقة الزمالك. ده في نفس الشارع اللي فيه كل ايه جميلة ومبنى كنا يعني انا كخارج من فنون جميلة عارفه من من اتنين وتسعين. يمكن هو المبنى اشتغل فعلا في اوال التسعينات في الوقت ما احنا دخلنا كلية. المبنى ده في الفين وسبعتاشر اتأجر من من حد من الجامعة بحيث انه يحولوا لشواء سكنية بسورفز دابورتمنتس مع مجموعة مع مجموعة محلات تجارية في الدور الاردي. حاجة ميكس تيوس كاملة بمكاتب الدارية با هي المبنى فيه شغل تفصيلي كتير هو ان انا ازاي حافز على المبنى ومبنى جميل جدا ما مقربنا يعني ما غيرناش فيه شباك واحد ازاي اقدر اطلع بكل اللي ترضي العميل اللي بيدفع عالي جدا اه ومستني اه اه من مبنى من مبنى بالشكل ده اه وطلع منه اه احافز على جميل المبنى وطلع منه كل الفونكشنز دي. وده مشروع اشتغلنا فيه لمدة سنة ونص يمكن اه سنة اه خلال فترة يعني ست شهور فترة ديزاين وسنة انفولت في الموقع بي تو دي ويمكن كان من عندنا اه تيم قاعد في في المكان عشان فيه حاجات كتيرة قوي كانت قرارات بتتاخد انسايت فا اجان وده اجان بنفس التيم اللي بنفس اللي ابتدى بنفس الخبرات اللي من الفين وستة من اه خرجين الفين واربعتاشر والفين وثلاتاشر ووصلوا انه هم يقدروا يبقوا دي ودهاندل انسايت اه مشاكل بالشكل ده ويحل ويحلوا حلول اه دايريكت انسايت وسعفانا هيكلمنا عن الجزء اللي هو اشتغل فيه. انا بقى سبت المبنى خالص وعمر اداني الكورتيارد اللي بره اه هو كان في حد وردي حاطت اه انبوت في يعني بشكلة اواخر اه بس برده كانت مسألة اه ان في اه اه اجزيستين كورتيارد اه ازاي اه بروف برفع مقاساته وباخر مقاساته دي ببتديها طابقة وببتدي العملية من الاول للاخر لحد ما بنوصل للرسمات اللي انتو بالمنظر اللي انت شايفينه ده بحيس ان ايه تقدر تروح الموقع ونبتدي نقول يالله هننفذ وبرضو كانت فور اه فور ماي سيبرايز يعني اللي هي برضو تنفذت اه اه يعني برضو من اله بس انا لحد الوقت ما دخلتش كورتيارده لانه هايلي برايفيت انا ما معرفش ايه اللي حقا بيحصل جوه يعني بس اه بس اه اه بقى الكورت ده يمكن حتى اللي اي حد بيدخل المبنى كزاير دلوقتي في استعمل مكتب او كافي شاب او حاجة كده هناك مش هيشوفه لانهو ده يعني زي مقطوع بر بر حدود المبنى اه وبقى اتخصص للريزيدانشل بارت في المشروع اه طيب اه نيجي لحاجة بقى انا كنت حابب اكلمكو عنها يعني هو كل اللي فات ده يعني كان اه يعني لان انا لما بتقيت معكو القصة من الاول اه كنا منتكلم عن اه يعني ازاي انا لما لما قابلت عمر هو كان بالنسبالي زي مدرسة تانية بتقهيني للحياة الخارجية بشكل عبا اخر فانت يعني لو انت بتدرس عمره خمس سنين حط عليهم سنتين ووركينج ان دا فيلد عشان تتعلم وفعلا ده حصل معي انا يعني يمكن بعد ما سبت المكتب بيومين تلاتة تقريب تلاتة ايام اه قبلت الكلين بتاع دواري العزبة ما روش اف يو ار فاميلير بers detة a project very 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 challenging ان انا كان من سع petites يعني فاجأة كده بقت الواحدي وفجأة ايام I need to write a proposal عشان pulse ونفذها واعمل مشروع from A to Z فانا طبعا كل اللي فات ده لو انا ما كنتش احتكيت بيه كنت حبقى صفر في القصة اللي هي بتاع الدوار العزبة فانا عحكي لكم قصة الدوار العزبة بسرعة هو المبنى ده مركز ثقافي في زي نجي او اسمها دوار 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 دول بيعملوا زي ورش مصرحية للمجتمعات المقهورة ورش مصرحية مختلفة سواء كان بلايباك او كده فهم دوار عندهم مكان في وسط البلد وكان عندهم مكان تاني كده اسمه دوار كيتشن في عزبة خير الله تمام وطبعا هنا شوية بتاع المشروع يمكن لو انتو ركزته هتلاقوا ان هو فيه هتلاقوا فيه اركيتكتشر وحتلاقوا فيه كونتكست لعلاقة بالكوميونيتي بارتيسيباشن وحتلاقي فيه انتيريور برضو اتا الامر فهو الكلاينت سايته كان عايز يعمل زي مكان فوق المطبخ للاطفال فيه اطفال كتير ايه في المنطقة فكان عايز يعمل لهم زي ارت ستوديو ومكان يقدر يمارس فيه الورش بساعته الليه المسرحية وكده فانا طبعا زي ما الواحد بيبتدي اي مشروع في الدنيا بتبدي عادي تقريبا شهرين ثلاثة بروح السايت بعض مع الناس اللي هناك بحاول افهم الكونتكست بحاول افهم ايه الحاجات المؤسرة علي وعلى المبنى ايه انسب الاطفال الموجودة كل مجموعة ليتونطida ل curtم بشكل او اخر يمكن ان الداخل الفلسفية شوية والعدة اللي هي علاقة بيبارين الجيد scholarly لمرضهم الدم بكترة كانت اكتراه الاسطين دائما بركز عليها فلما كنت اشتغلت مع عمر اتصلحت بالت samen بقى معي دي و الأن تكون معي دي فبالتالي ام كthrough Monate وبعد هذا المنطبخ desarrollo نقدر نباتي نفاصل وابتاق الم proceeding ده كان المبنى قبل ما نبتدي نشتغل فيه هو كان عبارة عن عاميد متأشرة كده وانا كنت ملاحظ ان فيه زي وال كده محطوط برضو فيه التكيفات ومن هنا يعني بدأ الشغل ابتدي تفهم يعني ايه اولي و ايه اخري بص عليه وهكذا بس ومن هنا ده امكن ممكن نيبانولو بقى بقى قصته ثانية بس يعني يعني هوتو برضو ايه ازاي ايه اومي تنظر pair ihracont جن desses امن Superdig torsiy بيجيعط اي اصفار ايضاك اي跟 Nintendo eurites اي اصفار قنيات او ايه اصفار ايه اصفار demos ايدي اصفار مئتباب بسبب كثير من squareds كان فيها مغالق خشب كثير قوي وكان فيها ورش كثير قوي كان بالنسبة لي قوي ان ازاي طالما فيه ديتيريوريشن شوية في المنطقة ازاي اخلق لغة معمرية جديدة او لغة معمرية كنتراستنج شوية using the same elements من المنطقة ويمكن احنا برضو يأبروش ده شوية في المشروع بتاع 3 brothers فهي برضو حتة على قد ما يعني مش قصة ساستينيبيتي على قد ما هي حتة ريسبونسي بيليتي زي ما انت بتقول زي ما بحب دايما اشتغل بتايت احط كي ويردز بتايت احط دايما strategy للايربن يعني المشروع هيأثر في اللي حوالي ازاي مصروع هيأثر في الناس اللي بتتعامل معا بشكل دايريكت ازاي وانترنال الناس اللي هتزور المبنى او هتخش بشكل او اخر ومن هنا بدأت الفكرة ان اه هنحط الارت ستوديو تحت هنحط الجاثرينج سبيس تحت والحتة اللي فوق دي هنعملها زي بس انا فاكر حتى ساعتها يعني حتى كنا بنقوله انا فاكر انا جيت اعادت معك قاعدة في يعني لان ساعتها لكنت الواحدة خالص بقى يعني اللي هو ايه هي عوامة واحدة بس وعامة في البحر الواحدة فبالتالي كان برضو الانبوت بتاع عمر كان باري باري امبورتن بالنسبالي ان ازاي عندنا مبنى تشالينجين كده نقدر نخلق فيه عماله اللي علاقه بالبرايبسي او اللي علاقه بالمعاله او failure اللي علاقه بال unexpected انترن اللي في الال både دايما العلاقه ما بين يعني لو احنا بنكلم علىran فها هي دايما مكتو cd هذه upon your agenda يعني ياتussen باري وياتُّ لي بيحصل جو وأو ياتسن ما بين ساعت 우الة او. كان يما يعني چارفين الاسكالات الداخل من فوق عارفوين يا بارا في مصلا نباتات شكل معين خارطة العلاقة ما بين بره وجوه دي هيا دي اللي بتخلي الابنة بشكل او باخر يعي دايما هتلاقي المباني حلوة دايما النواق بره وجوه دي هيا الوينر يعي وبسبت برده ايبتديت برضو من اللي انا اتعلمته بقى ابتديت بقى افصل وبتديت اجهز المشاريع عشان ابتدي انزلها السايت وساعتها كنت انا اللي بنزل بقى بالرسومات يعني مافيش بقى واحد حييجي هياخد مني طوبي والقصة دي كلها اي خطع حطه هنا انا اللي حلبسه بعدين. فبالتالي اه كان برضو تشالنج زريف يعني ان انا اعمل كده. اه وطبعا كان الموضوع تشالنجين شوية بالنسبة الناس الموجودة في المنطقة اللي هو هم بتعودين دايما نعملوا شبابيك طبعية انت ايه عمل انت بتعمله ده نفعنا هنعمل كل القصص دي. فازاي نخلق تكنولوجيز مختلفة وافكار مختلفة ان هم يشتغلوا بيها فكنا ساعة اجبنا حلوق زفرة واشتغلوا بيها وهكذا. وهنا دي نقطة انا حابي بانكين بقى زاودها على اللي احنا بنتكلم في النهاردة. ان هاو بقى يعني كميونيتي برويجكت ازاي بشكل او باخر لو الانبوت بتاع ديزاين كان شغال كونتكسشولي وفايد المكتابة بشكل او باخر. هاو ديس برويجكت كان ميك ان اوتريتش بشكل او باخر. وهو ده كان بالنسبة لي للأجل مني. فبالتالي انا طبعا ده منظر المبنى فيه مشهور قوي من كنيسة معينة كده لما بتمشوا بتلاهوا المبنى ده. ولمبنى ده فعلا يعني دلوقتي لو كنم نكلم على الكونسيب تاع الاربن هو خلاص بقى يعني الناس بقت ايدنتفاي في المنطقة. انت فين انا عند المبنى الاصفر. طب بتعمل ايه انا قابلني في التقاطع المبنى الاصفر مع المبنى الاحمر. يعني انا قصدي المشروع بقى ليه فيجول ايدنتي. طبعا انا ممكن اتكلم بشكل اندانس اكتر عن ليه اصفر وليه القصة دي بس يعني عشان بس ايه يعني ايه اولوكوا الافكار المختلفة. بس وده منظر المبنى من جوه وفعلا قدرت استغل الاحتة اللي هي بتاعت التاكيفات دي نقدر عملنا فيها زي السيستم ليبنج وول حتى كان في واحد ساعاتها صديقي من المانيا جاء وعمل زي تكنولوجيس. فهي حتت برضو ان لما الواحد بيبقى الواحده. it's very important to find collaborations. يعني كده الواحد مش هيعرف يعمل كل حاجة الواحده. انا اظن ان عصر الستاركتكتس خلاص is in the low. ودلوقتي احنا we're more working together. انت بتفهم landscape. انا بفهم interior. انت بتفهم كذا انت بتفهم كذا. كل واحد هيحط input وهي دي هي دي القصة بتاعت team. how to create a team. وكل واحد بيحط ال input بتاعه بشكل او باخر. اي نعم فيه architect بيبقى شايف الفيجن بتاعت البروجيك كلها. بس at the same time كل واحد بيبقى شاطر في حتة معانة فبيشتغل فيها بشكل او باخر. ده كان يوم يوم الارض. تريد ما نسمي يوم الارض. earth day او كان يوم ده منظر الوجهة من الناحية التانية من البلكونات. او برضو هي هنا الحتة اللي كنت بكلم فيها اللي هي علاقة بره جوه. انا دلوقتي لما انا مساء عملت الشبابيك بالمنظر ده. ده ال art studio فبالتالي لما الشمس بقى بتكسر فيه من ان دي south elevation. بتعمل جلو لزيز جوه يعني بشكل ما محفز للاطفال اللي بتيجي بشكل او باخر. اه الشبابيك طبعا محطوطة على ايه? ما خبز ده ايه? ماشي اوكي. الاطفال ماشي اوكي. اه الاطفال مختلفة وهكزا. اه دي حاجة بقى كنت تانية عايز اتكلم فيها ان ازاي برضو لما حد بيحط امبوت معين. اه في حاجات بعد كده ممكن تحصل تتبعية. طبعا لما التروجيك ده تعمل. اه الحمد لله يعني قدر ينتشر بشكل كبير قوي. لان هو كان فيه امبوت كبير قوي. اه فبالتالي الناس بتادت تدور على احنا ازاي نقدر نفند مشاريع تانية في المنطقة. اه فبسوى بالقصة دي قدرنا ان احنا ااخد فند كمان. وما كان مناش بس في المبنى احنا اكشل ينزلنا الشارع. قدرنا نعمل ويركشوب مع الناس الموجودة في المنطقة. بحيث ان احنا احنا نعمل لهم دفلپنت للشارع. اه وده كان مشروع تانية برضو اشتغلت عليه مع الناس اللي اهناك. اه واحدة واحدة برضو how to create a visual identity للمنطقة. بما ان كل حاجة شبه بعض. فhow to create different visual identities within. وفي نفس الوقت. اه تكرييت بشكل او باخر. ده كان مكان قبل المشروع. ده كان مكان بعد المشروع. وكل الحاجات اللي هي اللي بره دي. اتس اوبربل من دوار نفسهم. بيطلعوا عشان العيل تلعب وبيدخلوها تاني وهكذا. بس وفي نفس الوقت. موفينج فورورد. اه ازاي برضو حاجة زي كده. لما بتعمل ريبل بشكل ما او باخر. اي جوت ام فيتن ان انا ابقى جزء من من المكانه بتاع كوريا في عشرين واحد و عشرين وقالوا لي تعالى عما قدم لن لنا المشروع ده في في البيانال عشان انت المشروع بطائك باع بها حلو. ففروحت كان الميبنى بتاع ذاعه حديد فكان فيoget مشاريع مختلفة من حتة مختلفة. بس هو كان بتكلم عن آا اه لانه هو البروجيكت ساعته تاخد في الكاتجوري بتاعت يعني بشكل او باخر لانه هو حاجه ليه علاقه بشكل او باخر ده كان الانستاليشن ساعته الانستاليشن ده كله تصنع في اربعة ونصف وشحناه كوريا وهو عبارة عن كلها موديولز بتركى في بعض بزبط وفراكتلز بتركى في بعضيها هو كان الهدف كله انه هو برضو يبقى زي مساحة مسرحية عشان دينوتنج دور العزبة وفي نفس الوقت يبقى المبنى بتاع زعال الحديد فأنا كنت عايز الناس تخش ثرو ده يعني كاني فاتح درعاتي كده وبقول لهم تعالوا وفي نفس الوقت اي لف ديس شيرز اوپن فور انتربيتاشن عسل سيشوف الناس هتحتك بيه ازاي وفعلا كان في كل محد ييجي بيشوف الكراسي ساعات في ناس بتحطها بشكل مختلف اه ساعات كنت حطولهم مسلا مش عارفوا ما شكله عمل ازاي فالعبوا بيه ساعات حطولهم جتار فكان برضو اتسا اتوز افري نايس اوشال اكسبريمنت او انتر اكتيبيتي او مع الانستاليشن يعني او وطبعا يعني الصفار باينجت اخر حاجة حابة اكلمكو فيها وده برضو يعني ده الماكسيمم ده بروجيك برضو يمكن تكون ابدعوكم ان انتو تروحوا تزروه لانه خلاص يعني ان شاء الله عربي خلاص يعني بس ده يعني بسبب طبعا الشغل ما اشتغلته ابتديت اتراكت دكتورة بتاعتي في الجامعة كلمتني اقلت لي احنا عندنا بروجيكت اه مع القاسة الوزراء او حديقة في القاهرة القديمة او انا اصلا يعني ايرونيك لي كان مشروع تخرب بتاعي هناك اه في نفس اه قدام السلطان حسن اه وهنا بدأت القصة يعني ان انا اصلا عندي عندي studies ادي كده ازاي مع اوار كان عارف الاسي عندي studies ادي كده اه عشان اكلمكم هنا عن الموضوع بسرعة انا هنا اي وانتو تكريات اه لا دون ترنو انو كنسل اه 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 ازاي انا عندي وحوش سلطان حسن والرفاعي اه قانيب الرماح اه جوالالا اه شراء الصليبق يعني منطقة فيري فيري دالكت للتعامل معها اه اه فبرضو thinking contextually اه ازاي الواحد يبتدي يكريات اه اه انا عايز احترم الوحوش دول بشكل او باخر ونفس الوقت عايز this to be the melting pot اه اه فور the different spines يعني في القاهرة الاديمة لانها المنطقة دي اللي هي قدام اه اه قانيب الرماح دي يعني هي زي end point ماعرفش هو بسيطه او خليطه اعطلوها end point ما بين ثلاثة spines نزلين على القاهرة الاديمة اه فازاي to create a melting pot ومن هنا جات فكرة ان انا اعمل اه يعني هنا احنا كنا با ايام جامعة بنسميه design by accretion design by accretion اه 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 يعني معناه ان you zone out the project according to uh um imedient context يعني ايام um imedient context يعني مثلا الناس بتركب مكرافل later يعني انا ب� eccess mah ume او هن ready marketplace الناس او وش رابت عمل ايام بنا this work انا like what zu uh notisهم رامبین数 عدم المرأة مثلا hockey وسامطر belliamo ويامandy اه اه يمكن اعلي�� اه اه في العام الفراتي اصحبت الى product سورتان حسن والرفاعل وكان فيه شجرة مانجiew potentially كان هناك شجرة مانجة كان هناك شجرة مانجة كان هناك شجرة مانجة لكن كان هناك شجرة مانجة كانت تعجباني اوى قررت ان اصحب الاسبان عليها و اصنع هذا كبير بانوراميك بريدج الذي يعطيك اكسس ما بين الاثلاثين البروجيكت و في نفس الوقت الواحد لما يزور يقدر يتفرج على المنومنت و يتعرف عليها و يبقى فيه اعداد فوق و اعداد تحت مختلفة او الوفيجول و يبقى فيه اعداد تحت تحتويش اعطاء مخرج وهو شيء يحتاج نحن نحتاج الواضع نحن نحتاج الواضع تحتويش اعطاء مخرج تحتويش اعطاء مخرج و تحتويش اعطاء مدينة او مدبورد او أخر ايضا كنت هناك يمكن ان اخر بعد ان ان اتخلص مع عمر اعمر اعمر باشمهندس كريم ابرايم في تكوين أيضا داني إموت كبير قوي لي علاقة بـ how to create detailing for urban spaces with landscape spaces فده بردو فادني كتير قوي بس وفي الآخر أنا فخور إن ده كان يوم العيد هو طبعا ما شوال لسه مخلص المفروض يبقى فيه هندرييل على الكبر ده والمفروض يبقى فيه شجر مزروع كل الناس طبعا لو إيه ده دمانات وش عارف تاندة كباني تاني ما علينا يعني في الآخر أنا بنسبالي it's a success لأن لما الناس قلصوا الصلاة كلهم طلعوا وقعدوا زي ما أنتوا قاعدين كده بالظبط وقعدوا تفرجوا على المونيونس الموجودة واللي أخذ صور واللي طلع يعني it's public space بشكل أو بآخر and but at the end of the day I'm proud to have this project imprint وبرد بردو بردو أن أفتح كوغل مابس بلاي المشروع فبس كده شكرا اشتركوا في القناة